السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وأهلا وسهلا بكم مشاهدين الكرام في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم القضية الكثير من الأرواح تتصاعد داخل السجون والمعتقلات وكلها أسباب يأما تقصرية أو متعمدة من قبل المسؤولين عن السجن ولا يوجد من ينقذ هؤلاء المعتقلين من الموت المؤكد ولا نجد حتى محاسبة لمسؤول متسبب في موتهم ولا نرى أي تحرك من وزارة الداخلية فمن ينقذ المحبوسين ظلما داخل السجون ومن يحاسب من يتسبب في موتهم للأسف قلنا المقدمة دي لأننا قدام حالة وفاة مأساوية لمعتقل داخل معسكر قوات الأمن بأسوان غرقا طبعا حضراتكم تابعتم موجة الطقس السيء خلال الأيام الماضية في أسوان ومعها السيول اللي غرأت كل حاجة تقريبا وكان من ضمنها معسكر قوات الأمن وتم الإعلان عن وفاة الضحية رقم واحد واربعين خلال هذا العام المعتقل إبراهيم علي آدم الحكاية وما فيها أن الأستاذ إبراهيم علي آدم اللي بيبلغ من العمر خمسين عام مات غرقا بعد ما غمرت مياه السيول زنزنته بمعسكر قوات الأمن بمنطقة الشلال بأسوان مساء يوم الجمعة الماضي إتناشر نوفمبر ومش بس مش بس هو الوحد لا كان معا ثلاثة آخرين من المجندين بمعسكر قوات الأمن وهم فريد أحمد منصور إبراهيم البدر حسين وحاتم محمد يوسف واللي ماتوا علشان كانوا بيحاولوا إنقاذ المعتقلين وفتح الزنزين ليهم إبراهيم آدم أب لولده بنتين وكان بيعمل قبل اعتقاله أمين مخزن في شركة يوني ليفر بمنطقة كيمة بأسوان اعتقلته قوات الأمن وتحديدا قوات أمن مدرية أمن أسوان يوم 18 مايو الماضي بجوار مسجد كيمة بأسوان أثناء عودته من عمله إلى منزله بعد ما وقفه السيارة اللي كانت بتنقله من مكان عمله وتم اختطافه في سيارة ميكروباس تابعة لقوات الأمن وأخدته كالعادة لمكان مجهول أسرته فضلت تسأل عليه في أقسام الشرطة أرسلت بلاغات للنائب العام بأنه مختفي قصريا لكنها لم تتلقى أية معلومة عن حالته أو عن مكانه لحد ما ظهر قدام نيابة أسوان اللي حققت معاه يوم 27 سبتمبر الماضي واللي أمرت بحبسه 15 يوم بتهمة الانضمام لجماعة محظورة فضل محبوس في معسكر قوات الأمن بالشلال في أسوان سيء السمعة وكان بيتعامل معاملة سيئة واللي فضلت النيابة كالمعتاد أيضا تجدد له ولألاف آخرين من المعتقلين لغاية ممات غريء داخل زنزنته المحبوس فيها دي قصة الأستاذ إبراهيم وعلشان تعرفوا مدى الإهمال والتقصير في الحفاظ على حياة المعتقلين لكن في هذه اللحظات لا نقول إلا غفر الله له وتقبله في الصالحين ولأسرته ولأسرته خالص العزاء